تعرفنا في الدرس السابق على أنه يمكننا استخدام الفأرة لجعل الكائن يغير مظهره وسنتعرف في الدرس اليوم على كيفية استخدام لوحة المفاتيح من أجل إجراء حوار مع الكائن بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين ونصلي ونسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ثم أما بعد الدرس الثالث بعنوان المعاملات الشرطية يمكنك إجراء حوار مع الكائن باستخدام لوحة المفاتيح ويتم ذلك باستخدام لبنات إسال واجب حيث توجد لبنات إسال واجب في فئة لبنات الاستشعار ذات اللون الأزرق الفاتح حيث تستخدم لبنات إسال وانتظر مع لبنات الإجابة في المقطع البرمجي لبنات الربط لبنات إربط هي إحدى لبنات المعاملات التي يمكنك العثور عليها في فئة لبنات العمليات ذات اللون الأخضر حيث تستخدم من أجل ربط الكلمات أو الأرقام أو القيم في سلسلة إجراء محادثة مع الكائن يمكننا إجراء محادثة صغيرة مع الكائن بعدة طرق ومنها النذب إلى فئة الأحداث ومن ثم نسحب لبنات عند النقر على العالم ومن ثم نضع هنا في منطقة البرمجة ثم نذب إلى فئة الاستشعار من أجل سحب لبنات إسال مسمك وانتظر ومن ثم نذب إلى فئة الهيئة من أجل سحب لبنات قول السلام عليكم لمدة ثانيتين وبدلا من هذه العبارة سنضع لبنات الربط إذن سنذب إلى فئة العمليات من أجل سحب لبنات إربط ثم نضع هنا بدلا من السلام عليكم وبدلا من كلمة تفاحة سنكتب السلام عليكم وبدلا من موزة سنضع الإجابة التي يكتبها المستخدم إذن سنضب إلى فئة الاستشعار من أجل سحب الإجابة ووضعها هنا في هذا المكان ومن ثم نقوم بالتشغيل وسنلاحظ أن هذا القط يقوم بعرض هذه الرسالة إذن ما اسمك؟ فلو كتبنا محمد ثم انتر فسنلاحظ أنه يظهر هذه العبارة ولكن دون مسافات لذا يتوجب علينا أن نضع مسافة بعد حرف الميم إذن سنضع المؤشر هنا ثم نضع مسافة ومن ثم التشغيل وسنلاحظ أنه بمجرد إدخال الاسم ثم انتر فسنلاحظ أنه يقوم بعرض هذه الرسالة إذن السلام عليكم محمد وبإمكانك أن تقوم بزيادة مدة الانتظار مثلا إلى خمسة ثواني ومن ثم التشغيل بهذا الشكل ولكم الحرية في صياغة هذه الوامر البرمجية بالطريقة التي تناسبكم وهكذا الشروط يعد اتخاذ القرارات في الحياة أمرا مهما فالإنسان يتخذ قراراته عند تحقق شروط معينة فمثلا إذا كان الجو ممطرا في الخارج فستستخدم المظلة وفي البرمجة يمكن التحقق من توفر الشروط واتخاذ القرارات باستخدام الجملة الشرطية المعاملات الشرطية في سكراتش تستخدم المعاملات الشرطية في مقارنة القيم أثناء كتابة الجمل الشرطية وذلك من أجل التحقق من القيم ثم اتخاذ القرارات بناء على تحقق الشرق فإذا تحقق الشرق فسيتم تنفيذ العبارة الأولى وإذا لم يتحقق الشرق فسيتم تنفيذ العبارة الثانية علما أن هناك ثلاثة لبنات للمعاملات الشرطية الشائعة وهي لبنة أكبر من ولبنة أصغر من ولبنة يساوي حيث تحتوي كل لبنة من هذه اللبنات على دائرتين فارغتين تمكنك من إدخال النصوص والقيم كيفية عمل لبنة إذا ثم الشرطية تسمح لك الجمل الشرطية بالتحكم في سير البرنامج وجعله يقوم بإجراءات مختلفة وذلك بناء على جمل المقارنة حيث ينفذ الحاسب جزءا خاصا من المقطع البرمجي بناء على التحقق من صحة الشرق فالطريقة الأكثر استخداما لاتخاذ قرار في برنامج الاسكراتش هي لبنة إذا ثم حيث تنتمي هذه اللبنة إلى فئة لبنات التحكم ذات اللون البرتقالي والتي يمكن من خلالها التحكم في مسار البرنامج جرب بنفسك في المثال التالي يسأل البرنامج المستخدم عن الوقت في الساعة وسيقوم البرنامج بالرد حسب الإجابة التي يعطيها المستخدم لذا سنقوم باستخدام لبنة إذا ثم من أجل التحقق من كون الساعة قبل الثانية عشر من أجل أن يظهر ربارة صباح الخير أيها العالم وللقيام بذلك هناك أكثر من طريقة ومنها النذب بلافئة الأحداث من أجل سحب لبنة عند النقر على العالم الأخضر ثم نذب بلافئة الاستشعار من أجل سحب لبنة إسأل مسمك وانتظر ومن ثم نقوم بتغيير هذه العبارة إلى كم الساعة ومن ثم نذب بلافئة التحكم من أجل سحب لبنة إذا ثم ومن ثم نضع هنا في هذا المكان بعد ذلك نضع الشرط هنا في المكان السداسي إذن سنذب بلافئة العمليات من أجل سحب لبنة أصغر من ومن ثم نضع هنا في هذا المكان وبدلا من القيمة خمسين سنضع إثنى عشر وفي هذا المكان الفارغ سنضع الإجابة التي يكتبها المستخدم إذن سنذب بلافئة الاستشعار من أجل سحب لبنة الإجابة ثم نضع هنا في هذا المكان يتبقى علينا أن نضع الإجابة التي تتعلق بهذا الشرط إذن سنضع إلى فئة الهيئة من أجل سحب لبنا تقول السلام عليكم لمدة ثانيتين ونضع هنا في هذا المكان ومن ثم نقوم بتغيير هذه العبارة بدلا من السلام عليكم إلى صباح الخير أيها العالم وبدلا من ثانيتين سنغيرها إلى أربعة ثواني ومن ثم نقوم بالتشغيل وسنلاحظ أن القط قام بعرض هذه الرسالة إذن كام الساعة فلقمنا بإدخال القيمة 11 ثم Enter فسنلاحظ أنه يظهر هذه العبارة صباح الخير أيها العالم وإذا أردنا أن يقوم بإظهار عبارة مساء الخير فبإمكاننا أن نقوم بوضع لبناتها أكبر من إذن يمكننا الاستفادة من هذه اللبنات من خلال تكرارها ويتم ذلك من خلال النقر عليها بزر الفارة الأيمن ثم ننقر على مضاعفة ومن ثم نقوم بالصاقية هنا في الأسفل ومن ثم نغير ما يلزم إذن بدلا من كلمة صباح الخير سنغيرها إلى مساء الخير بهذا الشكل وبدلا من أصغر من سنضع لبناتها أكبر من إذن سنذهب إلى فئة العمليات من أجل سحب لبناتها أكبر من ونضع هنا في هذا المكان من أجل سحب الإجابة وفضع بداخل الدائرة البيضاء ثم نقوم بحذف هذه اللبنة من خلال النقر عليها بزر الفارة الأيمن ثم ننقر على حذف اللبنة أو نقوم بسحبها مباشرة بالفارة إلى هذا المكان ومن ثم نسحب هذه اللبنة ونضعها هنا بداخل الشكل السداسي ومن ثم نقوم بتغيير القيمة 50 إلى 12 إذن سنقوم الآن بالتشغيل وسنلاحظ أننا إذا قمنا بإدخال القيمة 13 ثم Enter فسنلاحظ أنه يظهر عبارة مساء الخير أيها العالم ولكن ما الذي سيحصل لو قمنا بإدخال القيمة 12؟ سنلاحظ أن البرنامج لم يظهر أي استجابة لهذا الأمر نظرا لعدم توفر هذا الشرط وبإمكاننا نقوم بوضع شرط ثالث وهي الأبنة المساواة إذن سنقوم بتكرار هذه الأوامر البرمجية ومن ثم إلصاكها هنا في الأسفل ومن ثم نغير هذه اللبنة بدلا من أكبر منه إلى يساوي إذن سنذب إلى فئة العمليات ومن ثم نسحب لبنة المساواة ومن ثم نضع هنا بداخل الشكل السداسي وبدلا من 50 سنغيرها إلى 12 ومن ثم نقوم بسحب الإجابة ووضعها هنا بداخل الدائرة البيضاء وهذه سنقوم بحذفها فلو قمنا بالتشغيل سنلاحظ أننا إذا قمنا بكتابة الرقم 12 فسنلاحظ أنه يظهر مساء الخير أيها العالم ولكم حرية في سياغة هذه الأوامر البرمجية بالطريقة التي تناسبكم وهكذا لنطبق معا التدريب الأول أنشي خوارزمية ومقطعا برمجيا يسأل المستخدم عن عمره ثم يقوم بعرض الإجابة أحسنتم إجابة صحيحة إذن سنذب إلى فيئة الأحداث من أجل سحب لابنة عند النقر على هذا الكائن وبإمكانكم أن تستخدموا لابنة عند النقر على العالم الأخضر إذا أردتم ذلك ومن ثم نذب إلى فيئة الاستشعار من أجل سحب لابنة إسعى المسمك وانتظر ومن ثم نقوم بتغيير عبارة مسمك إلى كام عمرك ثم نذب إلى فيئة الهيئة من أجل سحب لابنة قل السلام عليكم لمدة ثانيتين ومن ثم نضعها في هذا المكان بعد ذلك نذب إلى فيئة العمليات من أجل استخدام لابنة الربط ومن ثم نضع هنا بدلا من السلام عليكم وبدلا من كلمة تفاحة سنكتب عمرك هو وبدلا من كلمة موزة سنضع الإجابة التي يضعها المستخدم إذن سنضب إلى فيئة الاستشعار من أجل سحب لابنة الإجابة ونضع هنا في هذا المكان ومن ثم نقوم بالتشغيل ويتم ذلك من خلال النقر على هذا الكائن وسنلحظ أنه تم عرض هذه الرسالة إذن كام عمرك فلقمنا بإدخال قيمة 15 ثم انتر فسنلحظ أنه يظهر هذه العبارة ولإضافة عبارة عاما بعد 15 فبإمكاننا أن نستخدم لابنة الربط إذن سنضب إلى فيئة العمليات ومن ثم نقوم بسحب لابنة الربط ومن ثم نقوم بسحب الإجابة ووضع هنا بدلا من التفاحة ومن ثم نسحب لابنة الربط بشكل كامل ونضع هنا بدلا من الموزة وبدلا من موزة نضع كلمة عاما بهذا الشكل إذن عند النقر على هذا الكائن ستظهر لدينا هذه العبارة ومن ثم نقوم بإدخال قيمة 15 ثم انتر ستظهر بهذا الشكل ولكم الحرية في سياغة هذه الأوامر البرمجية بالطريقة التي تناسبكم وهكذا التدريب الثاني أنشئ مشروعا جديدا في سكراتش ومن ثم قم بإضافة الخلفية لايت ثم احذف كائن القطة ثم قم بإضافة ثلاثة كائنات من اللوع بالون ثم انشئ مقطعا برمجيا يمكن من خلال تغيير مظهر الكائن وذلك عند النقر عليه حيث سيسأل اللاعب ما هو لون هذه البالونة وبناء على هذه الإجابة ستظهر هذه الإجابة لمدة ثلاثة ثواني أحسنتم إجابة صحية إذن سنقوم بحذف كائن القطة من خلال نقر على هذه الأداء ومن ثم نذهب إلى أداء اختيار الخلفية ومن ثم نبحث عن الخلفية التي تناسبنا مثلا خلفية لايت بأذا الشكل ومن ثم نقوم بإضافة الكائنات من خلال أداء اختيار الكائن ومن ثم ننقر على بالون بهذا الشكل وسنلحظ أنه تم إضافة هذا الكائن هنا في منطقة الكائنات وبإمكاننا أن نقوم بتكرار هذه الكائنات من خلال نقر عليها بجر الفارة الأيمان ثم ننقر على مضاعفة ونقوم بتكرارها بهذا الشكل ثلاثة مرات ومن ثم سنقوم بإعادة ترتيب هذه البالونات في الأماكن التي تناسبنا مثلا في هذا المكان بهذا الشكل يتبقى علينا أن نقوم بتغيير ألوان هذه البالونات ويتم ذلك من خلال تحديد مظهر هذه البالونات فلو ذابنا إلى تويب المظاهر فسنلحظ أنها تتضمن ثلاثة ألوان في هذه القائمة فاللون الأزرق هو حرف A واللون الأصفر هو حرف B واللون البنفسجي هو حرف C إذن سنعود الآن إلى المقاطع البرمجية من أجل البدء بعملية البرمجة فلو نقرنا على هذا الكائن فسنلحظ أنه يتم وميض هذا الكائن علما أننا نريد أن يتم تحديد لون هذا الكائن باللون الأصفر وبإمكاننا أن نغير ألوان هذه الكائنات بأكثر من طريقة ومنها أن ننقر على الكائن من قائمة الكائنات ونلاحظ أنه بمجرد النقر على هذا الكائن سيتم وميض هذا الكائن في هذه المنصة ولتغير لونه بشكل مباشر يمكنك أن تذهب إلى تبويب المظاهر ومن ثم تقوم باختيار اللون الذي يناسبك وبنفس الطريقة سننقر على هذا الكائن ومن ثم نقوم باختيار لونه من هذه القائمة بهذا الشكل ولكم الحرية في تغيير مظاهر هذه الكائنات بالطريقة التي تناسبكم إذن سنبدأ الآن بعملية البرمجة إذن سنذب لفئة الأحداث من أجل سحب لبنات عند النقر على هذا الكائن ومن ثم نذب لفئة الهيئة من أجل سحب لبنات غير المظهر إلىه ونضعه هنا في هذا المكان ومن ثم ننقر على السام المجاور من أجل اختيار المظهر فاللون الأصفر هو حرف بي فلو نقرنا على هذا الكائن فسنلحظ أنه تم تغييره إلى الأصفر إذن دعون الآن نكمل الأوامر البرمجية إذن سنذب إلى فئة الاستشعار من أجل سحب لابنة إسعى المسمك وانتظر ومن ثم نقوم بتغيير هذه العبارة بدلا من عبارة مسمك إلى عبارة ما هو لوني بهذا الشكل ومن ثم نذب إلى فئة الهيئة من أجل سحب لابنة قول السلام عليكم لمدة ثانيتين ثم نضعه هنا في هذا المكان وبدلا من هذه العبارة سنضع لابنة الربط إذن سنذب إلى فئة العمليات من أجل سحب لابنة الربط ونضعه هنا في هذا المكان وبدلا من كلمة تفاحة سنكتب عبارة لوني هو وبدلا من كلمة موزة سنضع الإجابة التي يكتبها المستخدم إذن سنضع بلفية الاستشعار من أجل سحب لبنة الإجابة ووضعها هنا في هذا المكان ونغير المدة الزمنية إلى ثلاثة ثوان على سبيل المثال إذن بمجرد النقر على هذه البالونة فستظر لدينا هذه الرسالة إذن ما هو لوني؟ فلو قمنا بكتابة عبارة الأصفر ثم إنتر فسنلحظة أنه يظهر هذه العبارة إذن لوني هو الأصفر وبإمكاننا أن نقوم بتكرار هذه الأوامر البرمجية بداخل الكائنات الأخرى ويتم ذلك بأكثر من طريقة ومنها أن نقوم بتحديد هذه اللابينات ثم ننقر على Ctrl-C من أجل النسخ ثم نذهب إلى الكائنات الأخرى ثم نضغط على Ctrl-V من أجل اللسخ ومن ثم نقوم بتغيير المظهر إذن بدلا من حرف A سنقوم باختيار حرف C من أجل تحديد اللون البنفسجي وهذا الكائن نقوم بلصاق الأوامر البرمجية بداخله ومن ثم اعتماد الحرف A لاعتماد اللون الأزرق إذن بمجرد نقر على هذه البالونة فستتحول إلى اللون البنفسجي فلو قمنا بكتابة البنفسجي ثم Enter فستظهر بهذا الشكل وهذا لو قمنا بكتابة الأزرق أو السماوي فستظهر بهذا الشكل ولكم الحرية في صياغة هذه الأوامر البرمجية بالطريقة التي تناسبكم وهكذا التدريب الثالث لحظة المقطع البرمجي في هذه الصورة ثم قم بملئ الجدول التالي بناء على هذه الدرجات أحسنتم إجابة صحيحة إذن دعونا نقوم بعملية البرمجة إذن سنذب إلى فئة الأحداث ثم نقوم بسحب لبنة عند النقر على العالم الأخضر ثم نذب إلى فئة الاستشعار من نجل سحب لبنة إسعى المسمك وانتظر ومن ثم نقوم بتغيير هذه العبارة بدلا من عبارة مسمك إلى عبارة ما درجة الحرارة في الخارج ثم نذب إلى فئة التحكم من أجل سحب لبنة إذا ثم ومن ثم نضع هنا في هذا المكان بعد ذلك نذب إلى فئة العمليات من أجل سحب لبنة أصغر منه ومن ثم نضع هنا بداخل الشكل السداسي ومن ثم نغير الكيمة 50 إلى 20 وبداخل هذه الدائرة البيضاء سنضع لبنة الإجابة إذن سنذب إلى فئة الاستشعار من أجل سحب لبنة الإجابة ووضع هنا بداخل هذه الدائرة ومن ثم نذب إلى فئة الهيئة من أجل سحب لبنة قل السلام عليكم لمدة ثانيتين ومن ثم نغير هذه العبارة إلى عبارة إنه بارد ونغير هذه المدة إلى ثلاثة ثواني على سبيل المثال وبنفس الطريقة سنقوم بتكرار هذه الأوامر البرمجية ونغير ما يلزم إذن بدلا من لبنة أصغر منه سنضع لبنة أكبر منه وبدلا من عبارة بارد سنكتب حار إذن سنذب إلى فئة العمليات من أجل سحب لبنة أكبر منه ومن ثم نضع هنا بداخل المكان السداسي ثم نقوم بسحب الإجابة ومن ثم نغير القيمة بدلا من خمسين إلى خمسة وعربعين وهذه اللبنة نقوم بحذفها بهذا الشكل وبدلا من كلمة بارد سنكتب حار بهذا الشكل إذن عند التشغيل سنلحظ أن القط يقوم بعرض هذه الرسالة فلو قمنا بكتابة الرقم 12 ثم انتر فسنلحظ أن يظهر عبارة إنه بارد ولو كتبنا 47 ثم انتر فسيظهر عبارة إنه حار ولو قمنا بإدخال القيمة 14 فسيظهر عبارة إنه بارد بهذا الشكل ولكم الحرية في صياغة هذه الأوامر البرمجية بالطريقة التي تناسبكم وهكذا التدريب الرابع أنشئ خوارزمية ثم مقطعا برمجيا من أجل مساعدتك في معرفة إذا نجح الطالبات في اختباراتهم أم لا فما هي الأشياء التي يجب أن تأخذها بعين الاعتبار أحسنتم إجابة صحيحة إذن دعونا الآن نبدأ بعملية البرمجة إذن سنضع بلافئة الأحداث من أجل سحب لابنة عند النقر على العالم ثم نضع بلافئة الاستشعار من أجل سحب لابنة إسأل مسمك وانتظر ومن ثم نغير هذه العبارة إلى عبارة ما درجته بهذا الشكل ثم نضع بلافئة التحكم من أجل سحب لابنة إذا ثم وفي هذه الحالة سنضع ثلاثة شروط من أجل التحقق من درجة الطالب هل هي أصغر من الخمسين أم تساوي الخمسين أم أكبر من الخمسين إذن سنقوم بتكرار هذه لوامر البرمجية ثلاثة مرات ومن ثم نقوم بسياغات الشروط إذن سنضع بلافئة العمليات من أجل سحب لابنة أصغر من ونضع هنا في هذا المكان وفي الحالة الثانية سنسحب لابنة اليساوي ونضع هنا في هذا المكان وفي الحالة الثالثة سنسحب لابنة أكبر من وبداخل هذه الدوائر الفارغة سنضع الإجابة التي يكتبها المستخدم إذن سنضع بلافئة الاستشعار من أجل سحب لابنة الإجابة ونضع هنا في هذا المكان بهذا الشكل يتبقى علينا أن نضع الإجابات المتعلقة بهذه الشروط إذن في الحالة الأولى إذا كانت درجة الطالب أقل من الخمسين فسنظهر عبارة لم تنجح إذن سنضب إلى فئة الهيئة من أجل سحب لبنة قل السلام عليكم لمدة ثانيتين ونضع هنا في هذا المكان وبدلا من هذه العبارة سنضع عبارة لم تنجح بهذا الشكل وفي الحالة الثانية إذا كانت درجة الطالب تساوي الخمسين فستظهر عبارة لقد نجحت إذن سنقوم بسحب لبنة قل السلام عليكم ونضع هنا ونغير العبارة إذن سنقوم بتغييرها إلى عبارة لقد نجحت بهذا الشكل وفي الحالة الأخيرة إذا كانت درجة الطالب أكبر من الخمسين فستظهر عبارة لقد نجحت إذن سننقر بزر الفارة الأيمن على هذه الأبنة من أجل تكرارية ومن ثم ننقر على مضاعفة ونضع هنا في هذا المكان إذن في الحالة الثالثة لقد نجحت وعند التشغيل سنلحظة أن يطالبنا بإدخال الدرجة فلو كانت الدرجة أربعين ثم إنتر فستظهر عبارة لم تنجح وإذا كانت الدرجة خمسين فستظهر عبارة لقد نجحت وإذا كانت الدرجة الستين فستظهر أيضا عبارة لقد نجحت ولكم الحرية في سياغة هذه الأوامر البرمجية بالطريقة التي تناسبكم وهكذا إذن هذه أبرز نقاط درسنا لهذا اليوم نرجو أن تكونوا قد استفدتم وستمتعتم هذا والله أعلم وصلي الله أم وزلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين